تقشفية كسابقتها أم منتعشة كما الأسبق حكومة ما بعد داعش من المفترضين تزدهر وضاعها المادية فلا حرب على الإرهاب تستنزف الأموال الطائلة يقابلها ارتفاع في أسعار النفط معطيات قد تنهي قاحة رفق العراقيين أربع سنوات مضت فالارتفاع ساعد الحكومة بعدم الذهاب للاقتراض والغاء الاستقطاعات من الموظفين موازنة العراق موازنة رائعية بامتياز ومربوطة بأسعار النفط كلما تزيد مبيعات النفط ويرتفاع سنوات يتغطى العجز ويقل ويكون هناك فائض لأغراض عملية التنمية وإيقاف الاستقطاعات من الموظفين يعني السنة 19 تقديرات سعر برميل نفط 56 دولار البرميل في حين الآن ينباع على أبواب الثمانية وخمسة وسبعين سيكون هناك فائض الموازنة والعجز ينتهي طبعا نأمل من الحكومة العراقية المشكلة حديثا بوضع الوضع الاقتصادي والسياسة النقدية والاقتصادية نصب عيونها كون المواطن العراقي تطلع إلى هذه السياسة الاقتصادية التي عصفت به في السنين السابقة بسبب الضرائب وسبب تحمل المواطن العراقي تبعات هذه الازمة الاقتصادية من خلال نزول سعر البرميل النفط والآن تعدى إلى ضعف هذه القيمة في بلد يصل فيه النمو السكاني نحو 2.7% وهو من النسب المرتفعة عالميا يحتاج إلى اقتصاد قوي وخلق فرص اقتصادية تتناسب مع هذا النمو المتزايد بينما ترتفع نسب من يعيشون تحت خط الفقر إلى نحو 30% من مجموع السكان لكن الواقع يحكي العكس الحكومات المتعاقبة أبقى اقتصاد العراق ريعيا يعتمد على النفط دون دعم قطاعي الصناعة والزراعة والقطاعات الاقتصادية الأخرى أكو فرصة حقيقية لتجاوز الأزمات لتحقيق خدمات للمواطن يعني في كل دول العالم المواطن يعطي ضرائب لكن مقابل هذه الضرائب يجب أن تكون خدمات هذه الخدمات غير موجودة في العراق لا على مستوى الصحة لا على مستوى البناء التحتية القضايا الخدمية البلدياتية كلها غير موجودة أكيد السيد عادر عبد المهدي أمام طريق صعب وشاق لكنه في البرنامج الحكومي وعد بتحقيق غد أوضل للمواطن إذن موضوع التقشف إعادة الوضائف فتح المشاريع الصناعية والزراعية كلها لحصوا في خدمة اقتصاد العراق إيجاد البدائل التنموية وتطوير ملف الاقتصاد في العراق عبر خلق فرص استثمارية طموحة وفتح المعامل المغلقة والعمل على تطوير سياحة الدينية والترفيهية ربما تغلق ملفات الديون وتقضي على العجز المالي الذي خيم على موازنات العراق السابقة مع تعافي أسعار النفط وانتهاء الحرب على داعش التي أنهكت ميزانية البلاد ينتظر المواطن أن تنهض الحكومة بالواقع الخدمي وتوفير الوظائف ورفع مستوى المعيشة لكن هل سيتحقق ذلك في ظل ترد الاقتصاد بسبب التلكئ في جانبي الزراعة والصناعة والاعتماد على النفط فقط أما ستعالج بتصحيح بنية الاقتصاد وهذا يعتمد على جدية الحكومة المشكلة حديثا باتباع سياسة اقتصادية ناجحة من بغداد جابر جمال قناة الرشيد الفضائية